إذا رأيت من المسلم تصرفا أو موقفا يحتمل الخير والشر فمن حقه عليك أن تحسن الظن به وترجح جانب الخير قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه وأن نظن به إلا خيرا فمثلا إذا وعدك بزيارة ولم يفعل فلا تتهمه بالنفاق بل التمس له الأعذار وقل لعله نسي أو عرض له ما يشغله قال أبو قلابة إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهدك فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك لعل لأخي عذرا لا أعلمه وكما تحب أن يحسن الناس الظن بك فأحسن الظن بهم قال تعالى في حادثة الإفك لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين أي قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه ونظن بكلام المسلم خيرا ولو كان يحتمل غير ذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك ولا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملة ومن أحسن الظن بأخيه المسلم دافع عنه في حضوره وغيابه قال النبي صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة وإحسان الظن والتماس الأعبار يجلب الاحترام المتبادل بين الطرفين والمحبة والألفة بينهما بعكس كثرة العتاب فإنها تولد النفور وحسن الظن يؤدي إلى راحة البال وسلامة الصدر وبالك يؤدي إلى سعادة الدنيا والآخرة قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الظن